من متورط إلى مدافع عنهم تتبدل فجأة في العراق الصفة من كانوا يوما أحد الأطراف الفاعلة وبقوة بتجنيد الأطفال وصول ميليشيات الحجد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى سمح لها بمسح تاريخ أسود لها بتجنيد الأطفال عبر توقيع أحمد الأسدي الناطق السابق باسم ميليشيا الحجد على خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القطري لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الحشد التزم في الحقيقة منذ تشكيله في الأيام الأولى وخصوصا بعد إقرار قانونه التزم بعدم إشراك الأطفال في كافة تشكيلاته ولا زال يعمل وفق هذه القوانين النافذة تصريح الناطق السابق باسم ميليشيا الحجد والوزير الحالي يرمي بعرض الحائط تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 حيث تحقق أمينها العام أنطونيو جوتيرش بنفسه من طورة ميليشيات الحجد بتجنيد واستخدام الأطفال منذ عام 2015 في عمليات القتال والدعم ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم على الجانب الآخر يظهر تعهد الأسدي بالتزام العراق باتفاقية حماية الأطفال من التجنيد قصورا بالدور الأممي الذي لم يتابع وجود تدابير حقيقية وقوية لمساءلة جنات أو إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وفورية في الانتهاكات ضد الأطفال ليتحول بالمحصلة إلى شاهد زور يأتي هذا في وقت تتفق منظمات محلية وأقليمية ودولية على أن أوضاع الأطفال في العراق لم تتحسن بعد أعلان انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش وسيطرة ميليشيات الحجد على العديد من المدن وإصرارها على سياسة العقاب الجماعي ضد النازحين وعلى رأسهم فئة الأطفال تلك التي عانت طويلا من التجنيد والقتل والتشريد والحرمان من التعليم وانتهاك الحقوق والاستغلال